موسيقى أصدقائي المشاهدين والمستمعين نقطع السطر عبر إزاعة صوت ربنين رح نحكي اليوم عن أربع قاب مكتب الإدعاء بنقابة المحامين شو عمله وشو ممكن يعمل رح نحكي عن جريمة العصر ليش هالتحقيق واقف عند مين واقف مين موقف التحقيق هل اليوم يعني اللي عم بيصير بين القضاة اليوم بيحقلهم أنه يتوقف تحقيق لجريمة أكبر جريمة بالعصر من بعد هيروشيما هيدا موضوع اليوم عن نقيب المحامين في بيروت فادي المصري أمل بداية فرح تكون من ضياع ثروات لبنانية مزيد من ضياع ثروات لبنان لاحظة فرقانة معه أبدا في مساحات شاسعة بيننا وبين سوريا ما فينا نستفيد منها لأنه هيك سيطرت الأمر الواقع مش هيك شربل أهلا وسهلا فيك مهندس شربل أبو جودة الناشطة البيئة شربل ليش هيك عم تحكي بموضوع هالمساحات ما هي إلى سنين وما حدا حكي عنها وما بيقدروا يستغلوها اللبنانيين لأنه الماء اللي رايحة منعنا اللي منعنا لأهر العاصي ممنوع نستعملها مش هايدي البداية والنهاية صح أكيد يعني أنا بتعز علي أطلع أمشي طالع على العاصي شوف هالصحاري ألقاح لأجرداء نعم وبتلاقي أنه نحنا اللي عم نمنع داء الأبار يعني من قوى الأمنية اللي بتمنع ضمن إنون يلي أكيد هلا اللي حصلح لك أنه إنون غلط أنه بيقولوا هاي مياه سورية ممنوع الدق للأبار لأ لأنه هني بيعتبروها نحنا ما قالنا هنو مياه سورية هي بينبع منعنا نهار فيه اتفاق لألف سعمل أرواع وتعين أنه بيطلع لنا حصة عشرين بالمئة طب لي بدوا يطلعنا بش منعنا بحق لنا بعشرين بالمئة يعني 80 مليون متر مكعب عأساس بيعملوا صدود ومستفيد من المياه طب ما عملوا صدود عملوهم حقا هلا منحكي شو قصة الصدود طب ما عملوا صدود طب خلوا العالم تدق قبار وتستفيد طب نحافز على عشرين بالمئة من حصتنا طب يبطل لأنه هي بس يكون في تقاسم الحصص بيكون عدل بين الدول يعني بتلاقي لبنان أخضر وسورية خضرة مش بتلاقي كل أراضي سورية خضرة مزروعة كل أراضي لبنان قاحل أجرداء نحنا ممنوع يدقوا اليوم المزارعين أو المواطنين قبار بيها المنطقة بيننا وبين سوريا واللي هي على الحدود اللبنانية على ثلاثين كيلومتر بقلب لبنان بقلب لبنانية ثلاثين كيلومتر لجوة تبقى شو قصت هالقانون ولا مين عم نتوجه هالقانون أنا عم نتوجه لمجلس النواب لتغيير القانون لوطات الطاقة لمين للكل أول شيء كل واحد وطني بيحس أنه يشوفها السهل بقاع القاحل الأجرد على مجرى العاصي يحس عدمه ويطلع يلقي حل هاي أول شكل حل المميع مع مين الحل الحل ترخيص إنشاء أبار مين عم يوقفون انتقرك أول ناس بيوقفون بناء على عم يطبقوا الأنون يعني هل هناك تدعيات من قبل الدولة السورية تجاه الأمر لا لكن عندك هون لبنانية بحافظوا على سوريا أكتر من بحافظوا على لبنان هل هناك معهدات بيننا وبين لبنان ألم تلحظ هذا الموضوع أم لا يحقلنا نعم يحقلنا نعم يحقلنا نعم تقلنا شو مشكلة السد أول شيء ولاش عم يقولك دقوا قبار لأن ما عملنا السد يحقلنا بالمياه يعني دقوا قبار اسمحوا للعالم الدق قبار وقال له خلينا نعمل السد وهيدا السد هاي قصة قصة كبيرة عأساس لزموا الشركة الصينية سنة الأربعة وتسعين عأساس تبلش بسد وتعمل السدود التحتينية بتقوم هاي الشركة بتعمل مكتبة على طريق العام بعيد عن النبع حوالي الألف وخمسمائة متر هون اول مغالطة تشوفوا انه هاي دعاية حدا بيعمل أنا عم هندس معمالي بيعمل مكتب الإشراف على الورشي على السد بيعمل السد اول مغالطة تشوفوا انه دعاية اكتر ما هي سد بعدين بيقولوا بيبند الجزائي للشركة انه اذا تعرضت لتعدي او شي بتم تعويد لألا بشكل مهول صارت الشركة هي تبعت ناس باللالة تعطل وتكسل أشغالها وتجيب رابوريت بالنهار من الدرك ورح تشكت على المحكم الدولية واخدت تعويضها وطلعنا بلى سد هاي دي أول شغلة تاني شغلة هدا بيعمل سد عن النبع هدا بيعمل سد عن النبع السد بينعمل بمطرح غميق في مطرح فيه متل متل وادي بيتسكر بيجمع مي ضخم هني عم يعملوا سد عن النبع وهي دي تاني مغالطة بتأمل القضاء يعمل تحقيق فيها هاي الشغلة تالت شغلة إسرائيل أصفت المنشآت هاي منشآت وينو السد اللي عملوه تتعطفه إسرائيل تسميه منشآت يعني هاو تلاتي تلات معطيات كافيلي أنه في مؤامرة على المزارعين بلبنان وعلى سرقة أموال العام وعلى ما ينعمل السد هاي قول تاني شغلة بس أصفت إسرائيل لماذا لم تكفيتوا السد؟ هناك تلزيمات في كل شيء كمانا في شيء غلط يعني هون السؤال السؤال إذا نعمل سد على الواطئ في مطارح في مثل وديان كبيرة وبنعمل سد وهذا السد بعلوه 60 متر أول شيء بلدي كهرباء للمنطقة كلها فور فري بتصير فيك تعملي منافسة بالزراعة بشكل مهول تشقل المياح الجوفية لورا لـ 30 كم يعني بدل ما تدقئ 100 متر مال بصير تدقي على 40 متر 40 متر بتعمل أدرانس 20 يعني سلطة عمدخة 20 متر بتتوفر كهرباء بتأمني ماء لكل المزارعين هيدا السهل القاحل الأجرد بيصير كله أخضر وبدل ما الماء تروح كلها على سوريا يأخذوا الميات حوالي حقهم مليار ومتان مليون تقريبا وبيبعوكي خضرة بالسنة تهريب بـ 4-5 مليار دولار هيدا تاني هدر عم يروح بروحوا الميات بروحوا الدولارات لعندهم طب وما في حدا عنده حس وطني يسمح لهال المزارعين يستهملوا أراضيهم وعندك بعض المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر أنه المنطقة فوق 90% من الأراضي بعدها راريت شو يعني راريت يعني أراضي غير مفرزة أنا عندي إيراد حقه 30 ألف متر بس ما بعرف وينه يعني إذا ما بعرف وينه يعني ما بزرعه يعني ما بدق ماء شو لازمين عمر سول منطقة لازم يطلع فاورا هلأ ومن بكرة أربع خمس قضات يحلفوا يمين بيتوزيع الأراضي لا بلاش نطلع بلاش نطلع العطلة القضائية مع لنا ولي يطلعوا بتشرين أنا لحقلك شغلي لازم لقوا فرصة لازم لقوا حل من بكرة لعطلة ولبلوت بدنا فرصة نخلص بلدنا بنعمل أربع قضات مع 30 مساح أو 20 مساح بيفرزوها الأراضي بوجود البلديات بتنسيق مع البلديات بيوزعوا الأراضي لأصحاب السندات اللي عندن وبيعطون الترخيص لدق أبار مي ويباشوا بالزراعة وأنا بقلك أنه هاو مليارين 30 مليار دولار مدخول للبنان من الزراعة فقط من سهل العاصي على الجوار نهر العاصي طبي وين القطبة المخفية اليوم ليش الدولة مش عم تتحرك هل هو إهمال من قبل هالوزرات المتعاقبة لأن القصة منها جديدة يعني إلى سنوات وسنوات هل هو إهمال أم مش فرقاني معون مع أنه يعني الصدود بتطلع مصاري أنا مع السد يلي بيطلع مصاري لدهولتك مش للحكام يلي موجودين بالحكم نحنا عنا أنه هيدا السد تيسرقه فيه وهيدي هوني عم برجع بقلك القضاء نحنا بدنا حكام بسوريا في كم سد صار فيه تاب بسوريا كل سد 200 مليون متر و30 مليون متر و90 مليون متر صاروا عاملين بحدود 6-7 صدود برميون بس نحنا إذا عملنا صدود من عندنا على نهر العاصمة ما منخليون يجي يروح الماء لعندور ما منأثر على حدا ما منأثر على مجر ميح نهر لا لا لأنه نحنا أول شي بيتعبى بالشتة بنا نخلي الماء عم تظهر حصت سوريا منخليات رايحة بس ما دمتروح لوحدة عم ندور منا كهرباء نعم سو منكون استفدنا من الكهرباء وعطينا نعمل وين وين نحنا مش جايين لا نضرب سوريا ولا نضرب لبنان بس منكون أخذنا حقنا عطينا حق سوريا واستفدنا من الماء الرايحة من عندنا بس أنا ما عرفت ليش عشرين بالمية لأنه مش هيدا يعني هيدا الاتفاق الدول لأنه نحنا ماشي عندنا بس منتعج مش قليلي كتير بالنسبة للبنان بس من كان النهر عندك إذا بيعطونا العشرين بتشوفي سهلنا أخضر 80 مليون متر مكعب أنا بعملك السهل فوق جنة بس مش عم يطلع لك 5 بالمية من العشرين مليون مش عم يسمحوا للعالم مش عم يسمحوا للعالم مش عم يسمحوا للعراضي يعني بالأحرى لبنان تارك ساروتو عم تنهدر متل غير مطارح وعم بيفتش بالملاليم عم بيجيوب المواطنين ضرائب ورسوم ودولة عاجزة هذه بتكلف أول شي السد رده مصريات السد اللي نسرقوا بين عمر سد محلهم مين سرقون ما هي بالبند الجزائي ربك عليه مونيها الشركة إذا بتقول إياها بعد بتقول شي ملف لأ لا أكيد الشركة اللي كنت عم تعمل السد مازبوط طب وين هالمصاري أول شيء أي متاهي أي السنة معليه 1994 2004 2004 وقفت 2006 وقت الأصف الإسرائيلي الأصفت وإسرائيلي طب وين إني مفرجوني وين في أصفيت لأ بين أصفيت وليش وقفيت شيء وين المصريين وهل رصدت أموال لألة لتبني سد أم شو صار أكيد أكيد واختلفوا مين المعني مباشرة يعني عم نحكي عن وزارة الطاقة عن مجلسنا والأعمار عن مين ما عم نقي أنا خاصة خصيا يمكن أسقوصة ورقة ما عم نقي ملف لهالشركة الصينية ما قدرت لقي إن كان من طلبات إنه بحقلنا نوصل للمعلومات إذا حدا فيه يعطينا معلومات عن هالشركة ونشوف شو اللي صار مزبوط بالتحديد ولاش وقف الشغل وقداش حجم التعويضات تعويضات 800 مليون يعني لازم هون لجنة لأشغال نيابية مشاهد ندعي النائب ساشي عطية تفضل شوفنا على المصريين تقايد السد ما قدروا يعطونا شي ما قدروا يعطونا شي اللجنة السابقة مع الأستاذ نجم ما قدروا يعطونا شي آي بس هلأ لازم يتحركوا لأن فيه مصاري وموال مهدورة على السد مش موجود مشاهد هاي شغلة شغلة تانية فيه مزارعين فيه مالكي لهالأراضي مش عم بيستفيدوا من أراضيان بالعكس يعني الدولة السورية عم تستفيدوا عم تجلب لنا خضرة مثل ما قلت ونحن أراض قاحلة مش بشارك ونحن عم بفتش عشاء أفرض لحتى يزرعوها المزارعين ويستفيدوا ويبقوا عيشين بهالمنطقة اللي هي بالحاصل بدك تشتغلي بيئة بدك تشتغلي إنماء بدك تشتغلي زراعة بدك تأمن مي مي وكهرباء هيدا السد هيدا السد من أهم صدود ممكن ينعمل بلبنان فرص العمل للزراعيين في لبنان وإنتاج لا يقل عن 3 مليار دولار زراعة أنا أكد لك اكتفاق ذاتي بالزراعة بالعكس يصبح لدينا تصدير كبير ونرتاح إذا نستفيد من مياه العاصر وبطريقة توزيع عادل الحصص بيننا وبين سوريا لما نأخذ حصتنا ولا نأخذ حصتنا بس يكون في اتفاقات عادلة بتلاقي المناطق كلها أنتجت بينما هلأ هن عمينجوا نحن محروقين حرب مثل اتفاقية النفط بالجنوب ما عم يطلع لنا شي هن عم يشيلوا نحن مش عم نشيل نفس الشي هون عندنا المي المي رايحة عصورية وما عم نستفيد منها نعم على كل حال يعني موضوع السد العاصي هيدا موضوع ملفة ثاد بامتياز مطلوب اليوم من لجنة الأشغال يعني العامة بمجلس نواب النيابية وأيضا من أنه الوزراء يتحركوا تفضلوا وقلوا لنا نحن اليوم عم نسأل عن أموال مهدورة بسد العاصي وقلتوا أنه إسرائيل ضربت وما ميش الحال فمشان هيك بدنا نسأل عن هالموضوع عكل حال شربل يعني بالإضافة ليش هالاهتمامات لقلك عم تفتش عن هيك اهتمامات يعني لوين عم توصل دايما بتوصل لحيطان مسدودة مثلا مثل ملف المرفق معليش عملت دراسة لإعادة إعمار المرفق طبع وين صارت هالدراسة كل هالملفات عم توصل فيها إلى حيط مسدود أبدا ولا شو القصة هيدا بلدنا وبدنا نحن بدنا نعمره عزوقنا مش عزوق هالمسؤولين جايبين لطرح فرنساوي ترقيع لمرفق بيروت أو البنك الدولي جاي عم مقدمنا بلنا أنتو بزياد عليكم هالقدي مرفقكم لا نحنا ملنا بلد شحيد ولنا بلد لطالبين انتذاب ولا بدنا مساعدة من حدا نحنا مرفقنا بدي يكون يليقبي لبنان وقالوا محكين تو ومش بس 16 كرين ومش من حج مصغير ومش بس نعمل لك أربع كونتينيرات منربح جميل الدولة بدنا نرده متل ما نحنا من أحلم للبنان لبنان بلد اقتصادي نحنا مننا فقرة نحنا أغنى بلد بالعالم لكن من رايحة هدر لكن أموالنا من رايحة هدر بسبب كم زعيم حطين لياهون نهبوا البلد غيروا هالزعمة أحلى بلد عنهم نعم طيب شو بدك تعمل بموضوع كمان نحنا يعني قريبا أربع قاب أربع سنين على جريمة العصر اليوم كيف بدنا نرجع نعمر مرفق وهو ضربة المرفق كمان من إحدى الأسباب حسب ما نقال يعني أنه هي لحتى يحيو مرافق أخرى على حساب مرفق لبنان لكن المرافق الأخرى مش عايزتنا بوجود قناة السويس يلي هلأ عم تعمل مرفق ضخم عملاق على مجرى قناة السويس وبيوجود خط بنجوريوم يلي عم يعملوا كل معركة إسرائيل عليها غزة يضعوا خط بنجوريوم نحنا إذا ما خططنا لقلنا لمستقبلنا وخاصة إذا بتنسكري الخط اللي عملتوا بين لبنان والكويت والعراق إذا ما نفزنا فيجن للمستقبل لبنان مع هيك مسؤولين رايح نحنا بنا نخطط لبلدنا للمستقبل دمر مرفقنا مش تنخليه مدمر بور بيروت وبور ترابلوس فيهم يكونوا جبل علي 2 بس عشرة تأمنوا الخدمات الأساسية وتخلونا صاحب بهالبلد بهالعالم بطل عنا أصحاب كيف نقطع على الكويت ما نقطع على سوريا وعلى إيراق إذا مش قادرين نقطع نتوحد كلنا سوا كيف نعمل اقتصادنا ببلدنا نحنا محاصرين شو بدكن تعملوا بدنا أشخاص وطنية يجوا على هالبلد لأن عنا خطط كتير كبيرة بد رجال عظماء تنفزوها فينا بهالوقت وبهالزمن نطلب كل شي بوقت سلطة مش همة إلا أنه ما تتحاسب سلطة مش همة إلا هي تستفيد حساب المواطن اللبناني سلطة يعني مش همة لبنان أنا باتكل على القضاء القضاء لا القضاء بيبلش من أصغر الموظف لأكبر موظف بالدولة وهودي الموظفين الوزراء هموظفين بالآخر ما فيك تتكليون ويشتغلوا عراسهم وينهبوا ونيمين ما عم يعملوا شي أو عم يشتغل عم يشغل لمصلحته بدنا حدا يشغل بالدولة معه قمضة بقبتع لكيه إلا ما بدوا يستفيد تب يخي حسابه واحد رأس واحد كبير بيزبط البلد كله المعامة اللي بد ما تقعد شهرين ثلاثة تتتمشي نحنا لبنان دغرب ينطلق بس أو عززوا هالقطاع العام الإدارة العامة برواتب مثل الخلق عملوا سلسلة رتب ورواتب قبل ما يحطوا رتب ورواتب أنا مع شغلة كتير مهمة كل واحد في الدحش على الدولة ينشحط ويرد كل مصريات والأخدينه هي أول شغلة ثاني شغلة يلي عم يشغل بالدولة ياخد حقه مثل ما لازم ايه أنا حقه هي كانت أصدق هي كانت يلي جاي في الدحش وبيجي 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 بقهوة ويفل هيدا ينترد ويرد كل المصريات اللي قابدهم من أول مفايد من الدولة نعم لكن الحال يعني من الموضوع لموضوع الموضوع المواضيع كتير شو رح تعمل بي ملف المرفق اليوم شو رح يصير هل رح يرجع عن جد ينعاد أعمار مرفق بيروت قبل ما الجريمة تنكشف حقيقتها ليكي الجريمة بدنا تنكشف بالآخر والقضاء بدوا يعمل شغله ونحن المنسيبنا نعمل شغلنا ما فينا ننام ونقول بلدنا مدمر إذا القضاء مأخر شوي نحن نكون جاهزين للانطلاقة بمرفق بيروت مثل ما عميحضر وزير الأشغال مثل ما عميحضر وزير الأشغال ترقي على مرفق بيروت الدراسة الجايبة من الفرنسوية كم هونغار وشوي طاقة شمسية مش هيدا مرفقنا وما يتضحكوا علينا نحن ما لنا شعب غبي ولنا شعب فقير ولنا عايزينهم ولا عايزين لا حدا لا فرنسا ولا إيطاليا ولا حدا نحن متكلين على حالنا نحن مستعدين نعمر بورنا بس شلولنا هالكم واحد يلي ما عندهم فجين ما عندهم رؤية تيديروا مرفق بيروت طب مين عم تخاطب مين بتقول شلول يعني مين بدوا شلول يا خي مهن مسئلين مسئلين كيف عم يتدخلوا بطريقة إذا وزارة مستئلة بتجي بتجيب لك ترقيع على مرفق بيروت وتقلك هاي الدولة الفرنسوية مقدمت لها الدراسة طلعتوا على الدراسة يا خي بتمنى على كل إنسان لبناني يطلع دراسة لعمية الدولة الفرنسوية يلي حضرت الوزير هلا مقدمها تب شو بتوك فيها شو بتوك فيها عامليك 3-4 هونجارات وشوية طاقة شمسية اللي هيدا بزياد عليكم مرفق بيروت هيدا لزياد علينا مرفق بيروت بزي أكتر من هك ما في وب400 مليون هاودي ب400 مليون يعني وبيقض بشرحولي كال دعمنا حيط صغير وعملنا كم هونجار وعملنا الدرناج للماء يا خي أنا بدي غمي البوريت بدي غميقهم بدي راجعوا لورا جيب بورسيح ضخم بدي أعمل شغل اللي يليق ببلدي مش بدي أعمل ترقيعة بدي نرقعهم كل واحد عقياسوا بيشتل اي بس هيدا كمان يعني هيدا مرفق ما قلنا غيره لدينا مرافق بس أكبر مرفق كان كمان بالشرق يعني مهم صارت كل المرافق عم تعتاش على من ورا مرفقنا العالم كله صار بيركز على اقتصاد الشحن البحري الشحن البحري وشوي بالشحن البحري طيب ليش نحنا بدنا نترك بوريتنا إذا بتلاحظي منصور لصيدة لكذا ما عنا بوريت لعنا بور سياحي ولعنا بور اقتصادي شو قادين يعملوا هون مسؤولين كلهم نصوى شو قادين يعملوا نعم على كل حال نحنا المهندس شربل أبو جودي أنا بدي اشكر نشط البيئي على أمل تتحرك لجنة هلأ الأشغال النيابية تشوف لنا هالهدر اللي صار اليوم مش بس يعني بالسد العاصف في كمان صدود لازم تشوف هالهدر وتبلغ عن هالهدر لأنه أموال هادي أموال ناس هادي أموال عامة مش لازم نسكت عنها وبعدين عندنا منطقة منكوبة لازم هالمنطقة كمان انه ترجع تتشجر وتنزرع وصير عندنا منطقة خضرة عسى ولعل هالمنشدات توصل إلى أذان المستمعين مونيك هادي منكوبة بسبب المسؤولين نعم ونقطة على سطر ومش منكوبة هيكة بالهوى ونقطة على سطر شكرا لك المهندس شرب الأوجود الناشطة البيئي فصل ونتابع مع نقيب المحامين في بيروت المحامي الاستاذ فادي المصري لنفتح ملف المرفأ وعناوين أخرى بتخصنا أبي أصدقائي المشاهدين والمستمعين للسنة الرابعة ومنحكي عن جريمة العصر جريمة انفجار مرفأ بيروت والسنة الرابعة وأهالي الشهداء بينزلوا بيصرخوا بدنا الحقيقة ليش الحقيقة وين علقان بعضوا هالتحقيق ليش ما في حقيقة وعدنا بخمسة أيام بيطلع تحقيق وين القصة واقفة هل يعني القضاة لما بيصير في حرد بين بعضن البعض بيتوقف تحقيق مين لازم اليوم يهز العصر ونحكي عن جد جريمة ما لازم نسكت عنها ولازم التحقيق يبين ويتحاسب المسؤول عنها الجريمة أو اللي ساهم يعني بقصد أو بغير قصد بانفجار مرفأ بيروت عاسى ولعل بس يرتاحوا أهالي ضحايا نفسيا أنا بصرني رحب اليوم بنقيب المحامين بي بيروت أهلا وسهلا فيك استاذ فادي المصري أهلا ست نوار صباح الخير وبشكريك ونحنا ببيتنا بصوت لبنان أهلا وسهلا فيك لسنة الرابعة على جريمة تفجير مرفأ بيروت وما عم تنكشف الحقيقة نقابة المحامين كانت السباقة اليوم بإنشاء مكتب ادعاء بيتعلق بانفجار مرفأ بيروت طيب شو صار شو الإنجازات اللي حققتوها شو استفادوا أهالي ضحايا من هالمكتب مكتب الادعاء ست نوار اللي أنشأوا النقيب منحم خلف بعد فور وقوع التفجير كان الهدف منه ثلاث أمور في عنا ثلاث أهدف الهدف الأول أول شي نقف حدها الجماعة اللي فجأة مدينة نصها تدمر وفي ستة ألف جريح ومتان وأكثر من ميتان وثلاثين ضحية وبيوت مدمرة ومكاتب وحالة زهول وحالة زهول وحالة صدمة عامة وشاملة بالوجدان الوطنية مش بس قصة الأحياة يلي دررت والمناطق يلي دررت ويلي نحنا قاعدين هلأ بوحدة منهم بس نحنا اليوم كان في صدمة كبيرة كان واجب نقابة المحامين بالقضايا الوطنية الكبرى أن توقف حد الناس وأنه يكون فيه أول شي موقف وجدانة عاطفة وإذا بدك حاضن للصدمة الشعبية وللألم العام الهدف الثاني كان مرافقة أهل الدحايا والمتضررين بإجراءات قضائية غريبة عنهم ما بيعرفوها بيجهلوها ما فيهم يعرفوا لحالهم وين يروحوا وعند مين وكيف وحتى لو وكلوا محامة الأعمال الفردية والجهد الفردي ليست كالجهد الجماعي المنظم من قبل نقابة هي أم الأنون والحقوق يعني مشين هيك اليوم كان فيه موضوع التوجيه والمساعدة والوقوف إلى جانب أهل الدحايا لوجستيا لا يقدروا يعرفوا كيف يعملوا وشو يعملوا بعمل منظم وما يصير فيه تناقضات وما يصير فيه توحيد الجهد وتنظيمه نعم لأنه عدم المحاسبة هو السبب بكل المصائب اللي عم بتحل فينا من أول جريمة يمكن منسمع فيها إلى اليوم في عنا يا إما جرائم وهي الأغلبية ما منعرف شي عنا يعني لم نعرف مين ما نقام بها ويمكن بكتير أوقات ما في محكمات أو في أقلية من الجرائم قلة منها هي منعرف مين قيم فيها وفي أحكام وما مننفذها ومنتجهلها وبهالحالتين هني وجهي شبه ووجهي عملة واحدة هو عدم المحاسبة ونحن بنقابة المحامين صممنا ومصممين على أنه نواجه العدم المحاسبة ونقول أنه ثقافة عدم المحاسبة هي قتل للبنان ومشان هيك بدنا نواجهها بقضية المرفق بقضية المدعين وفي كل القضايا الوطنية وحتى بالشلل يلي حاصل قضائيا وبالشلل الدستوري يلي عم بيقذ إلى مش بس عدم انتخاب رئيس جمهورية ولكن كمان وقف العمل بالمؤسسات كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية تاب اليوم الجريمة اللي عم نحكي عنا ورح نحكي بكل العنوين طبعا اللي طرق طلة وين عالآن هالتحقيق هلا وين صار بدون يعرفوا أهالي ضحايا وين عالآن وعند مين وشو عم تعمل نقابة المحامين يعني عم تشتغل برأيك بما فيه الكفاية لملاحقة المطورتين المحتملين بلبنان وخارج لبنان بتعرفوا نحن في يعني إذا بدك سير التحقيق رح أعطيك ايه بإيجاز نحن اليوم تعين القاضي السوين كمحقق عدلي بجهد من نقابة المحامين بالتعاون مع مدة عام مع وزيرة العدل وقتها الأستاذة العميدة ماري كلود نجم وطلبنا أن يكون فيه فورا تعين إحالي للجريمة للمجلس العدلي تعين القاضي السوين القاضي السوين قام بمهمته بمدة معينة ورجع شيل إيده عن الملف نعم تعين القاضي أو محكم التمييز كفت له يده وقتها بسبب الارتياب المشروع بدنا أن لطلب بعض المشتبه بهم أو المدع ما كانوا بعض المدع عليه نحن اليوم تعين القاضي بيتار صار فيه من قبل مجلس قضاء الأعلى قام بمهمته لعدة أشهر كلنا منعرف كيف توقفت مهمته وكيف توقف سير التحقيق بسبب الأرار اللي أخده بـ 25 واحد 2023 المدة عامع ويدات ويلي شوي غريب وقت قلبي وقف التعامل مع المحقق العدلي بيتار وأخطر من هايك أطلق سراح الموقفين صار فيه البيان الشهير لنقابة المحامين تاني يوم لما إجوا النواب كلهم نواب المعارضة عن النقابة والمزاهرات دير مدار أسر العدل وأخذنا هالموقف بعتبره تاريخي يلي منقول فيه أول شيء أنه لا يحق للمدعام تمييزي كان أنه يدخل بالملف ويوقفه وهو المتنحي أصلا ورجع دخل على الملف ووقفه وأطلق سراح الموقفين ووقف عمليا سير التحقيق وقلنا إذا كنتم بتكون تتجنبوا التحقيق الدولي وتخلوا قيمة القضاء اللبناني وتحافظوا على القضاء اللبناني اللي نحن حريصين عليه لا يجب أن يحصل ما حصل ودعينا لعودة التحقيق لمساره العدلي للأسف هالشي ما صار إنما المعلومات وجهوا أنه القاضي بيطار رجع بعد مدة مثل ما بتعرفه إلى عمله وإلى مكتبه وأنه قد يكون يعني على استعداد وجهز بجهوزية هالملف ل إصدار القرار الاتهامي يلي بدي أقوله بالخلاصة يلي بهم اللبنانيين ويلي بهم أهالي الضحايا يجب إصدار القرار الاتهامي واحد وقف يعني وقف العرقلي وإصدار القرار الاتهامي اثنين إذا فيه شوائب أو فيه أخطاء ما حدا منزغ عن الخطأ إذا فيه أي شي شوائب قضائية أو إجرائية المجلس العدلي هو بعيد التحقيقات والمجلس العدلي هو بالآخر المرجع للحكم وإن كان بأي إجراء خاطئ أو يشوبه عيب أو إذا كان بالأكيد بالحكم النهائي بعد الاستماع بعد عرض القضية بمجملة قدامه بقى ما لازم نحن بأي سبب لأي سبب أنه يوقف التحقيق أو نشكك بالتحقيق لأنه القضاء هو والإجراء القضاء بحد ذاته المسيرة البروسيدور بتضمن سلامة الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال عمل المجلس العدلي لاحق طيب حضرت النقيب ليش عم بيصير هاك خلينا نعترف نقول الحقيقة مثل ما هي في انقسام عمودي وخطير حتى بين أهالي الضحايا نفسهم على القاضي بتار طيب شو موقف النقابة المحامين هل يعقل أنه يبقى التحقيق واقف بظل الممحكة القضائية عم بتقول لازم يصير هاك طيب مين شو دور اليوم المجلس القضاء الأعلى شو دور وزارة العدل الصوت الصارخ لنقابة المحامين ما عم بيودي مثل ما لازم يعني التحقيق عم نحكي نحنا أربع سنين على جريمة عصر في انقسام وفي ناس عم بتعرقل وفي دعاوة ردمة قضينا فيها سنوات طيب اليوم شو لازم ينعمل شو الحلول لحتى تمشي سير التحقيقات ست نوال أنا واقع ومني سلت قضائية وما عندي سيف أنا أقدر في أوعصة صحرية أقدر حل في المشكل أنا شغلتي أول شي عم بقوم فيها أكمل وجهي رفع الصوت ضل على الخطأ ثلاثة عملت مكتب إدعاء جندت عشرات المحامين نقابة المحامين عم بحكي مش أنا يعني هيبلشت قيام النائب مثل ما قلنا منحم خلف واستمرت قيام النائب كاسبار وهلأ معي في عشرات المحامين بمكتب الإدعاء عم بقوموا مجانا بمتابعة هالملف هلأ وبتقديلي شو عم تعملوا عمليا شوية عملية عطية أكبر من حجمها في اتنين ثلاثة أو أربعة عندهم موقف مختلف أو خضعوا لابتزاز أو لتهديد هيدا موضوع منحكي فيه بعدين بس اليوم نحنا أغلبية أهل الضحايا السواد الأعظم منهم متضامنين مع بعضهم ومع مكتب الإدعاء يلي بيمثلون اتنين نحنا شغلتنا نبقى الأمل ونبقى الشعلة ونبقى نخلي المسيرة مستمرة يعني وبكل اتصالاتي وما بعلن عنهم لأنه هيدا أمور يجب أكتر شي أو أوقات يعني منتعاون على قضاء حوائجنا بالكتمان اتصالاتي مع مدعي عام التمييز وخاصة مع رئيس مجلس قضاء الأعلى رئيس سهال عبود كلها بإطار كيفية عم نبحث العودة إلى ووزير العدل القاضي أنري خوري كلها كيف بدنا نقدر نرجع التحقيق ونخلص هيدا الموضوع بعد أربع سنين هيدا الضغط يلي أنا عم بحطه شخصيا ونقابة المحامين عم بتقوم فيه تالت شغلي عم نعملها أنه كل الإنجازات اللي نقامت بهالملا فيه نقابة المحامين اللي قامت فيه يعني مش عم بتبجح وعم قمنا بوجبتنا بس الحجز الاحتياطي على أموال شركة إدارة واستثمار مرفق بيروت يلي هو بتصار بيلوندون لدى سالس لا هيدا الحجز يلي بلبنان بلحديت مبلغ خمسة عشر مليون دولار طيب ما هيدا نحنا حطينا بمكان ما ضغط نعم مالي على موضوع وهيدا أقل آخر اهتماماتنا يمكن بس كمان هيدا الشغلة مهمة هالحجز لدى سالس يلي قدرنا نعمله الإيديان القضائية اللي صدرت أمام محكمة العدل العودليا بإنجلترا على موضوع ضد شركة سافارو نعم وما يترتب عليها من الزامة بيدفع تعويضات وتعليق إجراءات حل الشركة وتصفيتها كمان هيدا شغلة كتير مهمة وإنجاز تحقق بفضل مكتب الإدعاء وأنه يعني اليوم مش هيني وإنك تكلفي مكتب إنجليزي يقدر يقوم بهالعمال ثلاثة موضوع تثبيت صلاحية القضاء العدلي نعم يعني نحنا ما قدروا أخذوا منا هيدا الصلاحية من القضاء العدلي وشلوه من التحقيق العدلي وراحوا مثل ما كان بدهم على محاكمة الوزراء والرؤساء كأنه هو خطأ إداري ارتكبه أحد المسؤولين ما قدروا كمان هيدا الضغط ما أدى إلى هيدا النتيجة بقى هيدا الإنجازات تبع مكتب الإدعاء وهيدا الشي اللي عم نقوم فيه باتصالاتنا كمان لنرجع التحقيق إلى خواتيم هل العقدة الأساسية هي يعني اليوم بسير التحقيقات بملف تفجير مرفق بيروت بالتدبير اللي أخذوا نائب العام التمييز القاضي غسان عويدات بمنع التواصل بين قاضي التحقيق العدلي والضابط العدلية هل هي العرقل الأساسية بناءات أخرى لكنها منها أساسية منها مثلا عدم استكمال نصاب الهيئة العامة بمحكمة تمييز يعني كلها العرقلات هي أساسية ستنا والتقاذ في صلاحيات تجاذبات رد وتنحي وإخفاء أدلة وإخفاء ملفات أوقات يعني في كتير إشي يمكن ما عم نحكي فيها بالتفصيل بس يعني عندي لائحة فيها من طلبات رد ونقل ومخاصة ما تجاوز عددها الأربعين ومعظمها جرى ردها من قبل المحاكم المختصة يعني إذا بتشوفيهم يعني يعني مبين أن هذه هي معمولة لعرقل تسير العدالة يعني ما بيجوز اليوم بقضية نتناسها الجوهر ونصير بقضية هالأد جوهرية هالأد أساسية هالأد اتعلقت هالأد هالجرح كبير وخطر على كل المواطنين وعلى كل اللبنانيين تتأمل ونجا نعمل هيك لعن عرقلة إيه بس تتأمل عن جد نصل اليوم يكون في حلول عقلنية قانونية لهالجريمة يعني بعد لازم يتأملوا أهالي الضحايا نحن شغلتنا أنه يبقى الأمل نحن شغلتنا أنه الشعلي ما تنطفي نحن شغلتنا أنه اليوم إذا انطمس التحقيق هاي دي كارسي يعني هاي دي بكون عم بوجه نداء لللبنانيين أنه أنتو نهايتكن لحتكون بها البلد ونهاية أولادكن وعملوا معروف ضبوا وغرادكن وفلوا لأنه منكون قتلنا الأمل قتلنا الحلم قتلنا ما تقتبقى من سخة بلبنان والخوف على الأمن الأمن على لبنان حدود سايبة ما بنعرف شو بيدخلوا لنا مواد مين بيفجر مين ومين بينفجر وأي مستودع أسلحة مخبط تحت البنية عندك وأنت مش عارفة نعم يعني اليوم هاي دي كلها هالجو العدم الاستقرار سببه عدم المحاسبة نحن سائرون في هذا الملف حتى خوتيم وبيكل ما قتينا من القوة هيدا اللي بقدر أعمل طبعا نقابة المحامين يعني هي إلى دور الباريس بترفع الصوت لأنه هي صوت العدالة كمان بالإضافة إلى القضاء طيب اليوم الحل بيتطلب الحكمة من أنا نحكي عن جريب المرفع الحل بيتطلب الحكمة قبل تطبيق القانون لا نحن اليوم بدنا نعيد المسار إلى القانون نحن اليوم خرجنا عن القانون وهيدا ياريت معي البيان رالي كي كنت بدي جيبه معي بيان النقابة يلي بيقول يعني كتير واضح على أنه صرنا كأنه ماشيين باللاقانون وخارج الشريعة نحن كل هدفنا اليوم أنه نرجع إلى الصراط المستقيم في تحقيق في محقق عدلي في قرار اتهامي في مطالعة للمدعي العام قبل القرار الاتهامي المدعام تمييزي في إحالة إلى المجلس العدلي ومجلس العدلي بيقوم بوجباته بالمحاكم نحن هيدا اللي بدنا وهيدا اللي طالبين وهيدا اللي عم نسعق له ما بقدر أضمن شي بالوقت بس بقدر أضمن أنه نحن لن نستكين ولن نتعب بس فينا كمان نحمل الدولة يعني مسئولية ما بتحمل الدولة المسئولية مثلا ما اتخذت صفة الادعاء الشخصي قدم قاضي التحقيق العدلي عدم التحاق بدعوة العامة عميمة بدأت الدعاء على حالة هي المسئولة ايه كمان ما تلقفت هالملف الوطني الخطير أقل من خلال تخصيص مبالغ يعني لأهالي الضحايا ما ساعدت بشي يعني كمان يعني الحقيقة هي بتعود على أهالي الضحايا الراحة النفسية حاطتهم جسديا هيدا ثابت ومنوا قابل للجدل نحن عم نحاول نرفع الصوت نحن هلأ رح يعني بأربع قاب بعد كم يوم يعني بيمر أربع سنين وبعدو هالتحقيق غايب مش عاق أرقام تليفونية صوت لبنين بتصرفكم 0 1 3 2 5 5 5 5 الخلوي 76 611 003 005 الواتساب كورس 716 11 001 اليوم مع مين عم تتعاون وكنا بخصوص عبر مكتب الإدعاء مع أي جهات محلية وخارجية لتحقيق على الأقل الحقوق للمتضررين نحن يعني بالنسبة هذه أنا من لما استلمت وبفتكر هذه كانت ضمن استمرارية استمرارية بالسياسة العامة بالنقابة بموضوع تفجير المرفأ عنا عم نشتغل على ثلاث جبهات نعم الجبهة الأولى هاي عم بحكي خارج القضاء أكيد يعني مش عم بحكي باتصالتنا والحشدي اللي عم نعمله والتوعية والتنسيق اللي عم بيصير لعودة العمل للتحقيق شو بدي فيه نعم فيه بالجزء الأول وبالسؤال اللي وجهتي لي بالموضوع التنسيق العام نعم نحنا عم نتعطى أول شي مع أهل الدحايا اللي هني يعني يجب أنه يبقوا متماسكين ويظلوا نجابها وحدة ونحنا خلفهم كمكتب ادعاء وقدامهم ووراهم ومعهم حتى نقدر نوصل للنتيجة المرجوة ولأحقاق الحق تاني جهة عم نتعيون معهم هني نقابات المهن الحرة وبعض هيئات المجتمع المدني يلي أنا عم بسعى هلأ مع عادة نقبة لنرجع هالمؤسسة هايدي المأسسة أو هاللقاء المأسسو وأحد إحدى النقاط نقدر نوصل لمحل أنه نحط عنوين عريضة بعرف فيه أوقات بعض الاختلافات وبعائلة وحدة أوقات بيختلفوا الناس بس لازم نوصل لعنوين عريضة تتعلق بمشاكل أساسية إن كان لناحية المرفق أو المدعين أو كمان لتعطيل المؤسسات الدولية اللي كلنا وكل المهن الحرة عم نعاني منا نعم تالت جبهة عم نشتغل عليها جبهة خارجية وكان عندي عدة اتصالات وزيارات إن كان بدول عربية بالكويت وبالإمارات العربية المتحدة وحولت أعمل وحسسهم لعمق المشكلة اللي عم نعاني منها وكمان بفرنسا مؤخرا عبر لقاء مع عدة نقاباء محامين وخاصة بمرسيليا وبباريز لأقدر يكون هالموضوع يكون موضوع تضامن دولي مع لبنان صحيح متل ما بلش بالأول وما مننسى عدد النقاباء اللي اجوا زاروا لبنان بعد التفجير اللي بيمسلوا أكتر من يعني مئة ألف محامي حضروا إلى بيروت وتشكلوا عصبة تضامن مع لبنان ومع نقابة بيروت بهالنضال اللي نحن فيه وهي ما تستقلية وحتى بالحرب اللبنانية لما صار في مؤتمر تضامن مع لبنان إذا ذكره ببيت مريق دي كان إلو وقع وتأثير على دعم القضية اللبنانية وعلى بقاء وكنا وقتها بالملاجئ وتعرف بعدنا كيف تغيرت مسار الحرب بفضل هالتضامن الخارجي مع لبنان يعني نحن عم نشتغل على هولي جبهات الثلاثة اللي يصيروا جبهة واحدة متماسكة من أجل إحقاق الحق من أجل تغليب ثقافة المحاسبة على ثقافة عدم المحاسبة ومن أجل قبل كل شيء معرفة من فجر مدينتنا وأتى لوليدنا في اتصال من يخدو صورة ومن تبع من معي طباح الخير يا هلا طباح الخير إنك ولضايفك الكريم أهلا وسهلا إذا الله يخليك إذا وطن ما في قضاء ما في وطن المشكلة إنه ما حدا عم يتحسر بكل الجرائم التحسل بوطننا ولا الجريم ينكشفت ولا تحسر حدا نحن بحاجة لقضاء قادر عادل مستقل محصن شعبيا تقدر ياخد القرارات بقصة المداعين إذا أي بلد يا عمي أي بلد صارت هالسرقة الكبيرة فيه كمان ما حدا تحسر من أصحاب المصارف ولا اللي كانوا قيمين بالدولة ومتقاعدين على الحكم للأسف عن أي وطن عم نحكي وما في قضاء الوطن المفي قضاء منه وطن ويصد صباح شكرا لقلك شو تعليقك حضرت النقيب مع ورحق بكل شي قاله الأساس هو القضاء وإذا ما في قضاء ما في عدالة وإذا ما في عدالة ما في حق وإذا ما في حق منكون رجعنا على شريعة الغاب ومنسميها غير شي تجمع ناس عاديين مع بعضهم بس أكيد مش دولة ولا وطن أكيد لأنه نحنا منشوف حالنا ببيروت هي أم الشرائع ومنشوف حالنا كمان بمؤسسة القانون وهي لحد هلأ غايبة بس سؤال على همش حضرة النقيب اليوم يعني مكتب الإدعاء بيتلقى مساعدات هي بات لا يشتغل أعضاء هالمكتب من محامين سابتين أو بيتغيروا هيكلية هالمكتب وكمان يعني منعرف أنه النقيب هو رئيس مكتب الإدعاء أوقات بيصير في تفاوت بالأراء بين نقيب ونقيب بخصوص كمان مرفق بيروت هل يتأثر عمل هالمكتب باختلاف أراء النقضاء كم سؤال بس لحظة نحط نوضع نوضع بخصوص الهيبات أول شي نحنا مكتب بدي أقولك أنه هذا مجانا عم بيقوم بعمله بوجه تحية للمحامين أكيد يلي سللهم 64 متطوعين من كبار المحامين وكبار المكاتب ويلي قدروا يوصلوا لهالإنجازات يلي حكيتك عنهم بالسؤال الأول وبقدموا وقتهم وجهدهم ومالهم لا يقدروا يوصلوا والنقابة أكيد حتى بتصرفهم كل الإمكانيات تبعها لتقدر تخدم هالقضية يلي أنشأنا من أجل مركز يعني هو مركز دائم لا اسمه مكتب الإدعاء بتفجير مرفق بيروت بالتاني خصوص عن تعاقب النقباء أنا ثالث نقيب بيجي بعد الكارثة أربع عقاب يعني نقيب من لحم خلف ونقيب من ناضر كسفار وانا من بعضهم ما بفتكر أنه بالسياسة العامة لمكتب الإدعاء تغير أي شي نعم أكيد بيبقى فيه أوقات نوع من زبدك مش اختلاف بس نوع من يعني تأثيرات معينة من جو معين شخص بيتأثر بشي أكتر شخص عاطفي أكتر من التاني شخص أنوني أكتر من التاني شخص واقعي أكتر من التاني بس مثلا نقيب ملحم خلف كان داعم لعمل المحقق العدلي طارق البطار نقيب ناضر كسفار كان منتقد لطريقة إدارة المحقق بدي راجعك بيان يلي عمله نقيب جسفار بستة وعشرين واحد لقيتلي كيريته معي وكنت معه أنا بمجلس النقابي كعضو ويلي هو عالي النبرة أكتر من كل مني ومن النقيب خلف يعني كان عنده موقف أنا قتليك وصفته بأنه تاريخي لمجلس النقابي السابق اللي كنت أنا أحد أعضاءه برئاسة النقيب جسفار بالمسلمات الأساسية نعم ما عنا خلاف نعم عنا خلاف أنه انتقدنا البطار ببعض الأمور يلي قدت إلى عرقلة التحقيق ما بدي فوت فيها ملا هنفوت فيها بس بدنا نسأل عم نعمل شوشرة أو عم نسع إجرينا بس نحنا اليوم مع البطار لا يقدر ينهي مهمته نعم بس اليوم أنا كتير قبل ما تسأليني لأنني كتير بحب الصدق والشفافية وبعيشهم قلت فيه شوائب قد يكون فيه شوائب المحكمة بتحكم على الشوائب نعم بس مش يعني إذا فيه أخطاء أو شوائب بنوقف التحقيق هيدا حجة وهي زريعة عم بيستعملوها يلي هني بدون يدمروها الوطن مرتين اللي عم بيستعدوا بالميت العكرة مش هيك نعم هل سيلجأ مكتب الإدعاء آخر سؤال على مكتب الإدعاء تابع لنقابة المحامين ببيروت إلى القضاء الدولي بحال استمرت العرقيل في مسار التحقيق اليوم الداخلي اليوم بعد يعني هيدا هيدا إمكانية نعم ويردي نعم ما أقول لك لا وأكيد كانت موضع بحث بمكتب الإدعاء وكانت موضع دراسي كبيرين عملت نعم برجع كمان مثل ما قلت لك لنقابة المحامين وموقفها الرسمة يلي هو الاستمرار دعم عودة أو الضغط من أجل عودة التحقيق الداخلي العدلي إلى مساره والمحاكمة تصير بلبنان وبدأ تذكرك أنه جربنا التحقيق الدولي والمحاكمة الدولية وصدر حكم ومنفزنا بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشان هيك نحنا تجربتنا كمان ملنا كتير ناجحة مع المحكمة دفعنا مليارات ملايين الدولارات من أجل عملها وشفنا كيف تعملنا معها كدولة لبنانية بقى نحنا الأساس هو الجدية والنية الطيبة والنية الصافية ومتى ما وجدت كل شيء بين حل وهالقضية إذا كان عندنا نحنا تضامن بين بعض والإرادة والقوة والدعم الخارجي كل نقطة مهمة والتضامن والحكمة والعقلانية وهذا هو كان دور مكتب الإدعاء مكتب الجامع لهالطاقات لح نوصل لنقلرات بإذن الله للنتيجة المرجوة إن شاء الله بس بدنا نقل لك أنه بـ 14 قاب كان في عشرات مكاتب المحامين ببيروت دمرت يعني عوضت مين عوض على هالمحامين ومكاتبهم؟ بيناتهم مكتبة بشارع المعرض واضطرأت من وقتها ما بقدر ما أخذت مكتب تاني برات وسط البيروت وفي غيري وغيري وغيري من يلي طاروا مكتبهم ويلي طلبوا مننا وقتا نصرح عنهم وبتعرفي كيف إجت التعويضات وقتا لأنه لدينا خمس بيوت بالعائلة نحنا بعائلتي الشخصية تضرروا بمرمخايل وبالأشرفية ومكتب الشخصي إجت التعويضات 14 مليون و15 مليون وحتى جوابوني بمبنى بتملكو كاني تولدتي بمرمخايل جوابوني أنه أنا منعطيك على شقة وحدة ما فينا نعطيك على شقة البقيين يلي هن فيهم مستأجرين يعني فاتوا معنا بأمور بقبضنا 14 مليون ليرة مشان هيك أنا بيعتبر هايدي الموضوع المالي والتعويض المالي ما حدا نطره الحمد لله أنه في جمعيات وهيئات من المجتمع المدني قامت بوجباتها وكتير بمبسط وبتفائل وبفتخر وبعتز لما بمرق ببعض الأحياء اللي بعرفها بأحياء طفولتي بالأشرفية وبرمال وبالصيفة وبلاقيهم صاروا أجمل من قبل الانفجار كان الانفجار حجي أو كان الانفجار إذا بدك هيك مفصل لا نرجع هيك نرجع الطابع التراسي بمكان ما باستثناء بعض الأبنية الحلوية اللي اتدمرت بس بأغلبية المحلات كان عنا هيك انطلاقة جديدة انطلاقة أمل لنرجع نرجع لمدينتنا رونقة وجمالة وهيدي هي بيروت بيروت الحضارة والتراس والأصالة وكل ما يذكرنا بالماضي الجميل وبتاريخها العريق نعم على كل حال كمان مرة بدي أذكر بقرام تليفونية صوت لبنان اللي عنده أي سؤال النقيب اليوم في هذه المصر نقيب المحاميين ببيروت 01-325-555-76-611-003-005 الواتساب كول 611-001 من ملف وجريمة العصر إلى جريمة كمان أخرى هو الاستيلاء على أموال المدعين كمان عصر هذي هذي جريمة العصر والآن حلت وبعد لهلأ ما نحلت نحنا بنعرف انه كمان نقابة المحامين تحركت وكانت حد المدعين شو صار بهالإطار نحنا بموضوع المدعين بتعرفي صار في تحرك من أول ما صارت هال كمان هالجريمة يعني نعم فينا نقول هذي الجريمة لأنه أنا بعتبرها عن سابق تصور وتصميم مش صدفي مش صدفي أبدا وهلأ يمكن نحكي شوي بأسبابها بس بدي أحكيك نحنا لجاوب لكون دقيق وجاوب دغري على سؤالك نحنا بملف المدعين كان عنا هم أنه هاللجنة نحنا لأنشأناها لحماية والدفاع عن حقوق المدعين أنه كمان تكون يشعر المواطن أنه في حدا حده هلأ مفعولنا وتأثيرنا كان أقل بكتير من موضوع المرفق وقر بهذا الأمر لأنه كانت كتير بتتخطينا وكانت كتير عملية دقيقة ومشربكة من موضوع مصرفي ومالي إلى اقتصادي إلى عضوي إلى كياني إلى دستوري يعني موضوع المدعين كتير موضوع معرقل منه موضوع هين مثل ما أوقات ببستوه بعد الجهات أنه بنك توقف عن الدفع لا منه هيك لذلك راهنوا عليكم اليوم المدعين راهنوا وأنه النقابة رح تصنع فرق راهنوا علينا أنا كنت كتير سريح معهم لما استلمت مسؤوليتي كنقيب للمحامين قمت بثلاث أمور بهذا الإطار الأمر الأول في عنا لجنة شؤون مصرفية ولجنة دفاع عن حقوق المدعين واسترداد حقوق المدعين دمجتهم أعتبرت ما في شيء اسمه مصرف ومودع نا وأنا فوتلهم بعقلاتهم وبفكرهم للمحامين ولا المدعين وكلنا مودعين أنه نحن نحن والمصرف لازم مصلحتنا تكون وحدة ليش؟ لأنه اليوم إذا في أصحاب مصارف مرتكبين أو دولة مخطئة أو مجلس نيابي لم يراقب أو قانون أوقات لم يطبق أو موظف كم قام بعملية خاطئة أو 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 يعني في كتير إشياء وفينا نحكي فيهم كلهم وأدت إلى ما وصلنا إليه من كارثة مالية اليوم إذا لم يتعافى القطاع المصرفي وما وقف على إجراءة بدنا نكون واقعيين ما حدا اللي حيرجع لنا إداعاتنا يعني اليوم الإداع بيرجع من قبل المصرف هلأ كيف وليش وبأي طريقة وكيف ما نرجع نعيد هالبنيين هاي دي شغلتنا وشغلة غيرنا من الأخ الصحي بس عملتوا مثلا جمعتوا نقابات المهن الحرة رفعتوا دعاوة في بعض النقابات تخلفت خلينا نحكي الأمور مثل ما هي ما مش يتبعا للصاغ معكم لا حكون صريح بيلي بعرفه لأنه كمان ما لازم الصريح يتحول لمنجم أنا قلت لك اشتغلت على تروها نيفو نيفو الأول هو موضوع دمج الليجان وخليها تشتغل بطريقة جدية وطريقة علمية وهلأ بقلك حسب أي برنامج حطينا بقينا أربعة شهر ندرسه وكنا كتير دقيقين فيه بحكي فيه هلأ عروا تاني شغلة اشتغلت عليها هي أنه اجمع هيئات المدعين لأنه أول مرة بدي إيهن يعدوا كلهم مع بعضهم وقعدوا مع بعضهم أخيرا بوجودنا من عشرة أيام بلقابة المحامين كمان هادي كانت شغلة مهمة لأنه لازم نتفق على المسلمات وع طريقة العمل يعني مشان هيك قلت لك وضعنا بالبور أفضل كعمل عم بحكي لأنه بالبور بعرف عندي مكتب ادعاء بمثل الضحايا عم بيشتغل هوني عندي بعد مجموعات 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 عم نحاول نجمعها الحمد لله أنه مؤخرا اجتمعت كلها برعاية نقابة المحامين تالي تشغل الموضوع القضائي والدعوة وكل هالإشياء اللي نآمن نعم صحة يلي أنا بالنسبة إلي هلأ اليوم منا في وفيدة اليوم لأنه ما لح نقدر نوصل اليوم لحل بهالموضوع من خلال العمل القضائي مشان هيكي حطيت بلان بثلاث نقاط يلا لنقولوا لأنه نحاولوا بسرعة نعم النقطة الأولى هي وعملت مؤتمر وجبنا رئيس لجنة الإدارة والعدل ورئيس لجنة المال والموازنة وبحضورهم عملنا هالبروغرام آه بدنا نعمل تحديد مسؤوليات لأنه هون مثل البور هايدي ثقافة عدم المحاسة بحلت كارثة ما منعرف لاش مين سببه شو سببه الدولة الهدر السرقة الدعم المفرط يلي هو اتنين بدنا نعمل تشريعات جديدة بتتناول هالقضية وبتقدر تحل هالقضية بما فيها موضوع تعافي القطاع المصرفي وبما فيها مواضيع يلي هلأ موقعا إذا لازم تنعمل أو لا الكابيتال كونترول وغيره وثلاثة وأخيرا الموضوع القضائي هوني منكون سلمنا القضاء دعاوة وقضايا مع ركيزة قانونية وركيزة أخلاقية لأنه هايدي موضوع أخلاقي قبل كل شيء ومن ثم قانوني بقى مشان هيك أنا اليوم ركزت عها ثلاث نقاط وجربت أنه نشتغل على أساس هالثلاث نقاط نعم عليك الحال يعني بقصة المصارف رح نوصل لأحل بظل اليوم يعني الحكي عن أنه جمعية المصارف محتضنة من القضاء ومشان هيك نحن بحالة عجز عن تحقيق أي تقدم ملموس لهلأ رغم سعي النقابة طبعا وعلى العنوين اللي ذكرتها حضرة النقيب فينا نقول هيك ولا بدنا ننتقل لموضوع تاني لا بدي أقول أنا ما في شي ما بقوله يلي شي بفكره بقوله أصحاب المصارف عندهم من القوة والنفوذ أنهم داخلين بمكان معين بأصحاب السلطة والقرار وهن لحديث هلأ عم بيلعبوا دور سلبي مش إيجابي نعم بس أنا ما بوقف عن هيك لو في دولة ولو في سلطة بتضرب بإيد من حديد على أصحاب المصارف وعلى كل معرق نعم لكل نقيب شخصيته الخاصة وأسلوبه بالتعاطي مع الجسم القضائي بتشوفه أنه القضاء بخير بدي أجلي بسريعة كلا كلا تلت مرات نعم تقررت شوي مظاهر التعرض للمحامين بالضرب سواء عبر ضباط داخل قصر العدر أو موكلين أمام أو موكلين قدام أبواب المحاكم ليش تكرار هالاعتداءات جواب سريع عم بيصير في احتكاكات وكل عمرة تصير يعني منها شغلة جديدة صار في قد تلاسن بين موظف مدير يعني رئيس قصم مهم وهو عميد ولما تعرض مش بالضرب بس يمكن شبأوا بالملفات لمحامي والمحامي خبرنا كان اليوم الثالث أو الرابع من وليتي طلبت من مدعم تمييز أنه يحضر لعندي وحضر لعندي عن نقابي واعتذر من الموظف ومن النقيب والنقابة وهو عميد ورئيس قصم مبحث جنائية والتاني الاستاذي سوزي أبا حمدان تعرضت للضرب هذا موضوع اليوم بإيد القضاء لأن صار خارج قصر العدل بأحد مراكز قصر العدل يعني اليوم شو الإنجازات يعني سنة بيخلصها وتوقفوا الأشخاص شو الإنجازات اليوم اللي بعد ما حققه النقيب نقيب المحامين ببيروتها دي المصري بالنقابة عندي ثلاث أشياء عم بشتغل عليهم مهمين عصرنة النقابة وتحديثها على الصعيد الإلكتروني نعم هو شغلة كتير 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 مهمة ولم ما بنقدر نمشي ونتطور إذا ما مشينا بهالركب هيدا وعم بدرسوا مع مجلس نقابة المحامين حتى نقدر بأسر عوقت نواكب العصر من هالناحية من المعاملات الإلكترونية للمحامين إي بارو إلى مواكبة عملية المعاملات الإلكترونية بالدولة لأنه عم بيشتغلوا عليها بوزارة العدل كمان وهذه الشغلة منيحة لأنه عم بيصير فيه شغل مش كله إش أمور سلبية ناطرين شوي موضوع الطاقة لأنه الطاقة بتأثر على موضوع المعاملات الإلكترونية والمرسيم التطبيقية لأنون سنة 18 اللي بيتعلق بالمعاملات الإلكترونية اللي بيصير إذا مشينا فيه منوفر وقت وجهد ومال وانتقال واحتكاك وتخابط اللي حكيت عنه بين الموظفين والمحامين وأهم شي الرشوة والفسد بس نحكى كمان بالمقابل حضرة النقيب يعني أنا بدي أقول لك شو عم ينحكى بالخفايا مثلا عم ينحكى عن كأن عم بترحبوا بمظاهر المواد المتنقلة المحامين لتصير أساس بحملات الانتخابات النقبي شو تعليقك على هالكلام هل هناك نية للتدخل من أجل وضع شروط إضافية للترشح وضبط الانفاق الانتخابي مبارح بجرسة مجلس النقابي اللي امتدت من الساعة 11 للساعة 5 نعم كان أحد المواضيع اللي نبحثه هالموضوع وأنا اللي طرحته على بساطة البحث وأحلته إلى أحد أعضاء مجلس النقابي المعروف بتشددوا بها الموضوع يعني ما فيني أبعته كان عن حدا يمكن من يلي هيك كان يمكن بيكون أكتر تساهل لا بعته عند حدا كمقرر يكون متشدد ويعملنا توصية لندرسها بمجلس النقابي وتسميتها تكون مدونة سلوك للمحامي المرشح كيف يجب أن يتصرف مع زملائه وشو موضوع الانتخابي كيف فينا نضبط مظاهر البزخ أو الصرف والمال الانتخابي طيب معروف أنه عند انتخابك صار في عدم أعطاء الجمعية العامة براءة زمي على البيانات المالية صح أم بحكيها الكلام؟ هادي لأول مرة منذ إنشاء النقابي؟ يمكن مرة صايرة قبل في تأثير على المهمات اللي عم بتقوم فيها أم مر الأمر بدون تأثير وكيف كانت المعالجة؟ لا كمان هادي عم تندرس ومبارح كمان أخدي تحيز من اجتماعنا لأنه نحن حتى نقدر بالجمعية العمومية الجديدة نعرض ميزانية عصرية حديثة بدون شوائب على أمل أن تنال ثقة وموافقة ومصادقة الجمعية العمومية طيب ماذا عن التأمين اليوم؟ يعني ليش فيه تمييز ميزته فوق الخمسين بيدفع تأمين صحي فوق الخمسين بيدفع زيادة عن تحت الخمسين هاي أول مرة بتصير أول مرة بتصير وكان لازم أنه تصير ولحقلك لي لأنه نحن اليوم صندوق تعاوني والشاب والكبير نحن بحاجة أنه يكون موجود معنا الكبير لأنه نحن هيدا كبيرنا ونحن واجباتنا أنه ندعمه ونكون حده مثل ما هو وصغير شاهم بهالصندوق لازم هو وكبير الصندوق يكون حده والصغير لأنه بحاجة إله بحاجة أنه يقدملي للصندوق وهو ما بيستفيد منه يعني هو اليوم أنا صار عمري 53 سنة يمكن ولا مرة استفدت إلا بيكان فحص من الصندوق ودافع عليه مبالغ طائلة مشان هيك أنا كان هدفي أنه صغير ما يفل من الصندوق نسبة للزيدات بالفاتورة الاستشفائية إذا هالصغير بالعمر يلي لازم يدفع وبره بيدفع ستمية أو سبعمية أو تمانمائة دولار بيقل له ادفع ألف وستمائة دولار بيفل نعم إذا فل له سبع تلاف شاب أو ستة تلاف شاب من الصندوق سكر الصندوق انتهى هاي نهاية الصندوق لأنه بدي أدفع عن عشر تلاف البقيين لعمره الفوق الستين والسبعين بقى أنا لقيت أنه رمزيا ومعنويا خلي يكون في فرق صغير هو مئة دولار أو سبعين دولار أو مئة وعشرين دولار حسب العمر عملنا ثلاث فئات عمرية وخلينا الشاب بيحس أنه أوكي مش عم تدفع ألف وخمسة دفعت يمكن ألف وأربعة أو ألف وثلاثة حسب العمر نعم بس بعدك عم تدفع ستمية دولار زيادة عن يلي عم تدفعه يعني مين عم بيستفيد منه الكبير صحي يلي عم بيدفع فقط لنقول ألف وستمية وإذا راح لبرة بيدفع أربعة ألف بقى لا المبدأ التعاوني بقي بس كمان عندي موجب أنا حافظ على الصندوق ولحافظ على الصندوق يجب أنه عنصر الشباب يبقى بالصندوق لأنه هو الذي يدفع من دون مقابل عملتوا مؤتمر عن الفساد اليوم بالقطاعين العام والخاص ببيت المحام كيف يعني شو البصمات اللي بدأت تترك نقابة المحمين بها الموضوع حصوصا أنه الفساد مستشري يعني النواب بيطلعوا الوزع بيقولوا فساد بالدولة مستشري كيف بتبلشوا من وين راح تبلشوا وهل عن جد فيه أمل بإنقاذ هالبلد بدأ أقولك لجنة مكافحة الفساد برئاسة الأستاذ جوزيف نهرة عم تقوم بعمل مميز وانترفايدوا فهم مثل ما بيقولوا بالفرنسي حتى تقدر توصل لمحلات تحط وين ما كان من الخلال ونحط إيدنا عليها كان عندك حلقة معه حول هالبلد كان عندك حلقة معه وعم بيقوموا بشغل جيد هلأ لا عندي عصة صحرية ولا بوعود حدا بشي أنا شغلت دوي على الخطأ ومحل ما بيقدر اسعى أنه صلح وقوم الأعوجيش لا أكتر ولا أقل ما بدي حط وعود بمحل ما بيقدر أعمل فيها شي بس بيقدر ضوي وبقدر علي الصوت وبقدر لما بتكتمل الهيئة القضائية والمنظومة القضائية بعد انتخاب رئيس للجمهورية يلي هو الأساس ويلي عم نتغاضى عنه نهار بيصير عنا رئيس جمهورية وحكومة حاكمة فعلية ومجلس نيئيابي يشرع هون فيني اتوجه للسلطة القضائية بقوانين عصرية وبسلطة قضائية مكتملة لأنه مبارح مع رئيس عبود من يومين كنت مجتمع معه بحاجة نحن لـ 300-400 قاضي كحد أدنى كمان عم نطلب منه المعجزات بدون كهرباء ولا ماء ولا تلفار منضوي على فساد القضاء ومنضوي على المحسوبيات ومنضوي على التلفونيت بس ما منضوي على الجسم القضائي المترهل نتيجة هذا اللي عم بقوله صحيح طيب اليوم نقابة المحامين موقف يعني طبعا لكم من مسألة التقاعص عن انتخاب رئيس للجمهورية يعني هل بتتفقوا بالتفسير الدستوري أنه لو واجبات النواب مع النقيب السابق النائب ملحم خلف بها الصداد يعني لازم النواب ينزلوا عمجلس النواب حاجة يدعوا لحوارات جانبية من أول يوم من تاني يوم انتخابي أول تصريح يعني طلب مني أعملوا سألوني هالسؤال قلت لهم أنه نحن اليوم مع جلسات متتالية لانتخاب رئيس النواب واجباتهم يعدوا بالبرلمان مثل ملحم خلف بس مش يعدوا بالاعتصام يعدوا للانتخاب هو معتصم ليدعيهم أنه يحضروا إلى المجلس وينتخبوا رئيس تقاع عصن عن انتخاب رئيس وجريمة بحق لبنان وأنا هايدي الموضوع كتير أساسي بالنسبة إلي وبرفع الصوت ورفعته بكل المؤتمرات وكل الكلمات اللي عملتها وعلى التلفزيون لقول أنه اليوم واجبات النواب يعدوا ويأمنوا النصاب تعطيل النصاب شو شغلتهم هني شغلتهم يعدوا بالبيت أو شغلتهم يعدوا بالمجلس حتى ينتخبوا رئيس وهن هيئة انتخابية بقى ما عم بفهم ليش بيصار جلسات متقطعة بدون دورة تانية بيعدوا بجلسات متتالية دورة أولى ودورة تانية لحد انتخاب رئيس للجمهورية وأنا لا أؤمن بأي بروسيدور وبأي بوربرلي وبأي شو بيقولولون هو دي بالفرنسي بيقولوا كونسيليابي الهول اللي بيعملون هيك بالغرف السوداء لأنه نحن عنا دستور وهالدستور يجب أن يطبق دستور واضح بيقول أنه قبل انتهاء وليت الرئيس بشهرين بينجتمع المجلس وينتخب رئيس عنا دستور وعنا كمان موجب على الدولة الليبنية بفرض تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لأنه عملنا يعني في حرب وهذا الحرب إلى تأثير على لبنان وللبنانيين وعلى كل المواضيع اللي عم نطرحها نحن مشغولين بالحرب بدل ما نكون مشغولين بإنقاذ وططنا وإجراء الإصلاحات اللازمة القرارات الدولية مثل القرارات المحكمة الدولية نحن ما طبقناهن إن كان الأمخ 1500 1701 وقبله 1559 نحن تجاهلناهن ونتيجة تجاهلنا يلي مفاكرين حالنا نحن يعني استذكائنا وطريقة تصرفنا مع هاي القرارات لح تكون كتير وخيمة يعني نحن بعدنا متل ما بيقوله بعدنا قلم ديرينا ومجنبنا الأسوأ بقى نحن اليوم وأنا بقول أكيد كنقابة محامين نحن نقابة حقه وأنون ودستور ونحن يجب أن نطبق الكتاب شو بيقول هالكتاب يلي بيروت نحن شعارنا أم الشرائع بقى شو بيقول الكتاب شو بتقول الشريعة يجب تطبيقه كيف بدنا نطبق المتقاعدين يعيشوا بمعاش تعويضات المتقاعدين المحامين تليق فيهم شو ضوء التقاعدين شو قصته حضرة النقيب ستنا عنا 62 مليون و460 ألف دولار بالبانك ما بيقدر أنا أشيلهم من البانك لأدفع لهم هلأ أدي أدي عمي 120 دولار أنا أتلت حالي بشهر بعد انتخاب بظروف استثنائية داقلية وخارجية وبيظل عدم وجود موازنة وحضرتك حكيتي وتصديق الميزانيات رحت عملت بليلة عيد الميلاد بجمعية عمومية بالنقابة لأقدر زيد الرسم لميتان دولار حولت منهم 150 دولار إلى صندوق التقاعد عم بيقبضون المتقاعدين بالشهر بيبقى لخمسين دولار و62 مليون بالبانك تخيلي وضعنا الحرج تخيلي كيف عم نرجع نبني نقابتنا ماليا من السفر وتخيلي بأي وضع نحنا ورغم هيك في تضامن بيناتنا وبين المتقاعدين ومشاء الله بكل ترماست بكل فصل عم بنقدر شوية نحسن لهم وضع طيب قصة الوكالة يعني قبل كانت بقيمة الخمسين هلأ صارت بقيمة 10 دولار بتسجل بالنقابة معك عم نجرب نزيد ما هذي كمان إذا زدتوها بتغزي عم نجرب نزيدها بس كمان لها الوضع يعني لها الأمور ومحازير ما لازم تتحول العدالة إلى عدالة مكلفة جدا وكأنه عم ناخد خوة كمان لنقدر الإنسان يطبق ويكالة ينفذ ويكالة عملها لمحامي مشان هيك الموضوع دقيق وحساس وعم نجرب نزيد محل ما فينا نزيد بدون ما نقز المواطنين لأنه بالآخر المواطنين بدوا يدفعوا كمان نعم انتوا موجودين باللجان يعني بمجلس النواب ممثل نقابة المحاميم اليوم يعني قانون الإجارات في لغة كتير عليا بين الملكين والمستأجرين قلتوا كلمتكم؟ بين أنه على الألفين واربعتاش يدفعوا على الألفين وسبعتاش من وقت إجراء التعديلات أو من وقت اليوم صار القانون لحيمشوا 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 على التعديلات لأنه هلأ مش قادرين نفتح أزمة جديدة أزمة سكن ومش وقتها على التعديلات رحيمشوا يعني فيه اجتهادات صدرت بهالخصوص وبدنا نخضع لحكم المحاكم لأنه اليوم مش قادرين نفوت بأزمة من هالنوع مع أنه شي مؤسف ضمن هيدا سياسة الفراغ والشلل أنه يكون فيه عدم سبات عدم سبات قانوني هيدا أخطر شي للقانون كل يوم نعمل له تعديل وتسع سنين بيصيروا تلتنعشر سنة وهلوم مجر أنا مع السبات القانوني بس كمان اليوم ما فيني أجي أقول أنه بلجنا الحرية التعاقدية خلينا نكون واقعيين بدنا نمشي بالتي هي أحسن بس كمان بدع المستأجرين المتمكنين أنه يقوموا بوجباتهم تجاه المؤجرين هول أخوتنا كمان وقالهم حق يعيشوا نقابة المحامين إلى عنوين كتير يعني مش ساعة بدها ساعات وحد يحكي عنها بس اليوم المواطن اللبناني للأسف صار على قناعة مطلقة حضرة النقيب نائب المحامين ببيروت فادي المصري أنه القضاء مسياس الكبير بيكل صغير بهالبلد يعني كمان يعني من سنين بينقال بنقابة المحامين أنه بوقت الأزمات المحامي ما بيكون وكيل عن شخص بيكون وكيل عن مجتمع فاليوم دور نقابة المحامين كتير كبير بزمن انهيار مالي واقتصادي وأخلاقي وفساد مستشري دورها كتير كبير اليوم بدنا نطلع منها الأزمة غير المسبوقة عطينا عنوين لنختم فيها من سيئة الحلقة اللي كانت معاك حضرة النقيب نحنا اليوم متل ما تفضلت ماني وكيل شخص وخاصة أنا قنقيب للمحامين ومجلس نقابة نحن وكل المجتمع ونحن وكل الوجدان الوطن يلي أنا بقدر أقوله بدون شعرية وبدون ما نفوت بمحلات نكون عم نطلق وعود بس نحن اللي بنقوله أنه نحن سنبقى إلى جانب لبنان الوطن وطن الحرية وطن الإنسان إلى جانب الكتاب إلى جانب القانون والتشريع سندق نقوس القطر حيث يجب سنبقى صفا واحدا مع المواطنين في المطالبة بحقوقهم سنبقى حصن للدفاع عن لبنان لبنان السوابت والحقوق الإنسانية والعنوين الكبيرة يلي نقام عليها هذا الوطن ويلي بدونه لا بقاء له لأنه ميسته أولا الحرية وسانيا الحرية وسالسا الحرية وسنبقى نناضل ولن نفقد الأمل لأن هذا هو لبنان وطننا الذي نحبه وسيبقى وطنا للحرية ووطنا للإنسان نقطع السطر ونقطع السطر شكرا لك نخيب المحامين ببيروت الأساس فعد المصري شكرا لكم أصدقاء المشاهدين والمستمعين إلى الملتقى بكرة محل أشديد اشتركوا في القناة